السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتما تشوفوا الفيديو جالي اليوم اليوم أجبت لكم هذه الوصفة سهلة جدا والتي وصلت للتندانس في اليوتيوب المغربي وفعلا تستحق التجربة كوجبة عشاء التي هي خفيفة إن شاء الله ستعجبكم فهي بسيطة بزاف وبمقادر اللي هي متوفرة والأهم من ذلك أنها جديدة ملفين البيتزا بوحد طريقة في المقلات ولكن هدي مغايرة تماما بقوا معايا ونتمنى أنكم تجعوني وتبرتجوا الفيديو مع أصحاباتكم ونتمنى كذلك تجيكم طريقة ديالي مبسطة في الشارع بسم الله على بركة الله فأول حاجة غدي نبدأ بها أنني غدي نوجد معكم لبات لبات فهي بسيطة بزاف فيها بيضتين وفيها يعني مقادر اللي هي بسيطة ماشي كما العجين اللي إحنا مولي في البيتزا فهذا لبات قد تكون سائدة إنه بيضتين مع رشة صغيرة من الملح كنضيف معهم نصف كأس من الحليب البارد عادي جدا يعني ماشي ماشي يكون ساخن وكنضيف معهم ملعقة كبيرة مملوء جيدا من الطحين الخاص بالعجن أو للطحين الأبيض كما حبيته تسميوه كنحرركم جيد هاد العناصير كلها وكنزيد نصف ملعقة صغيرة وتكون مملوئة يعني ذاك النصف يكون مملوء من خميرة ديال الحالويات ونخلص مزيان وهاكا لابات ديالنا وجدة بالنسبة للعمارة فأنا هني هي عندي سوستومنت اللي وجدتها من قبل فغير ما تشابق شرها طيبتها مع شوية ديالزتر وتحنطهم في الميكسر اذا عندي كذلك تونة اذا هنها العمارة اللي غدي نغير تونة ممكن ندروا اي حاجة عجباتكم عندي فلفلة اللي شحرتها غير في شوية ديالزويتة زيتون انقطع واحد البصيلة صغيرة كذلك مشحرة واحد الكورشات مشحرة كذلك دوائر والفرماج موزارل وديك الكمية ديالخليط نقسمتها على جوج اذا سنوزع الكمية اللي عندي على ميقلات ما تلصقش كما تشوفه اذا استسمح لي انا وقع لي مشكلة اللي كان صور بي فكل مرة كي يطاح ليها اذا ما صورتش واحد المقطع يعني بطريقة يعني كافية اذا هنا اياه فمن بعد ما كان كو بديك الكمية اللي عندي يعني الناس في الكيمية اللي حضرت معاكم كان خويها فوق الميقلات فهكا كان نوزعها على الميقلات كلها بحل شكل ديال الكرب ومن بعد من اللي كتبان ليها كتبدا طيب وكتبدا تنجف من الفوق فكان وضع فوق منها السلطة اذا الكيمية ديالسلطة لكم الاختيار في ذلك انتوما كما كتبغيوا يعني السلطة واش كتيرة او لا لا من بعد كان وضع واحد الكيمية غير صغيرة ديالفرماج وكان وضع جميع الخضروات بما فيهم البصل بما فيهم القرعة بما فيهم الفلفل الحلو اللي كيكون تهوهم صوتي فشوية ديالزويتة الزيتون والتونة ومن الفوق تنكمل بالفرماج وتنغطيع لها باش يعني لابات طيب مزيلا وباش الفرماج ديالنا يدوب اذا فهد اللابات هذه فكتجي غرطة جدا جدا والديدها بزاف اذا بغيتوها تجي سميكة بزاف فممكن انكم تستعملوا مقلات اللي هي اصغر في القطر ديالها اذا بعد مرور تقريبا 6 ديالتقائق فالعجينة ديالت حمرت من التحت وكذلك فالفرماج داب اذا ها هي وجدة معايا يعني ما كتاخدش الوقت وما كتاخدش المجهود وبلا عجينة وبلا تجي حاجة يعني كتجي سهلة جدا والناس حتى اللي بغوا يدروها بسرعة ممكن يعوضوا سلسة فقط بالكيتشوب هنا سنكمل معكم طياب ديال يعني لجينة ثانية او اللابات اللي بغتلية فكما قلت لكم هاد الكيمياء قسمتها على جوج وطياب ديالها بحال كريب اذا لم تكن واضح بزاف اسمحوا لي لان كما قلت لكم وقال لي مشكلة في التصوير ولكن راح الطياب بحال كريب يعني كان هزون مقلط وكننظوروا حتى يتوصل جميع الجوانب وكنن خليوها كانت انها تنشف شوية من فوق والسوس والخضروات اللي بغينا مصطينهم والفرماج اذا اذا حبيتوا ان تجي ساميكا يعني العجينة تجي ساميكا فما لكم الا انكم تستعملوا المقلات اللي القطر ديالها يكون صغير اذا هدا هما البيتزا ديالي من بعد ما وجدون اتمنى انهم يجبكم انا في الحقا شفتها تجربة في فيسبق عفوا في اللي على اليوتيوب وحبيت انني نجربها اذا فهي كعشاء خافية فهي يعني فكرة جد جد جيدة تهنيك من العجينة وكتوجد غياب المقادير اللي عندك في الدار نتمنى انها طرقكم ان شاء الله وتجربوها باذن الله هنا يا غادي نتدوق معكم بالاحرى تدوقت معكم فهذه هي يعني هذي هي الشكل اللي كتجي البيتزا دي فهي خفيفة بزاف واحدة ديك العجينة كتجي خفيفة خفيفة ولديدة نتمنى انها ان شاء الله تعجبكم ونتمنى كذلك انها اذا عجبتكم وتبرتجيوها مع احباباتكم وما تبخلوش عليها بجامة وترجعوني باش القناة ديالي ان شاء الله تزيد القدام وكما العادة في اخير كلها فيديو نقول لكم تهلا وفرسكم الى فيديو قديمة ان شاء الله